صباح الخير وأهلا بكم لهذه الحلقة من الحدث ضيفنا فيها العميد وهبي عطيشة مستشار رئيس حزب القوات الأبنانية الدكتور سامير جعجع معه طبعا سنبحث في آخر المسجدات الانتخابية خصوصا في ضوء اجتماع عين التيني مساء أمس والذي بحسب المعلومات المنشورة في الصحف اليوم لم ينجح في التوصل إلى التوافق بين الأطراف المجتمعين على قانون جديد الانتخابات سقط مبدئيا بحسب ما نشر طرح الرئيس نبيه بري الانتخابي الجلسة التشريعية التي كان يفترض أن تعقد اليوم تم تأجيلها إلى 29 من أيات وعلى رأس جدول أعمالها قانون التمديد للمجلس النيابي فماذا يعني هذا التوقيت وإلى أين نحن متجهون وماذا عن كواليس المفاوضات الانتخابية كل التفاصيل مع ضيفنا فتابعونا علمتونا يا بي إنو الديمقراطي هي حكم الأكثرية يا بي داري يا بي حلبنا والعالم مغي فرحنا وعيشين بوهم الحرية يا بي ويسكنتها الحرية بنت الديمقراطية وإنو الديمقراطية وقابو الديمقراطية وأخط الديمقراطية يا بي صباح الخير حضرت العميد أهلا وسهلا صباح النور إيلي كل المشاهدين سنحاول اليوم بحلقتنا أنه نفهم شو عم بيسير ونحل المشكلة طبعا خصوصا وأنه النائب جورج عدوان ومثل القوات اللبنانية كان حاضرا الشماعي التيني وكان ناشطا حتى يعني بالأمس على أكثر من خط سنحاول أولا نفهم موقف القوات الحقيقي لماذا عدت القوات وقبلت بالنسبية الكاملة وأن مع شروط تتعلق بالدوائر وبالصوت التفضيلي ماذا جرى بالأمس إذا كان عندك معلومات وليش هل صحيح أنه فشل للإجتماع أي قانون هو الأكثر ترجيحا وهل سنكون بالنهية أمام قانون جديد أم العودة إلى قانون الستين أم تمديد أم الفراغ كل التفاصيل طبعا بعد مجهز الأخبار لدينا كثير أسئلة بهالموضوع وأيضا طبعا رح نحكي عن الخلاف الأخير بينكم وبين التيار الوطني الحروين صار وأن كنتوا وضعتوه بالإطار التقني فقط المتعلق بأزمة الكهرباء ولكن يعني لا يمكن فصل التقني عن السياسة خصوصا ببلد مثل لبنان رح نحكي بالتفصيل عم تقصفيني رشائي 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 وحده وحده رح نحكي بالتفصيل طبعا ما حضرتك بعد مش هز الأخبار مع شادي أهلا بكم أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بره إرجاء الجلسة النيابية التي كانت مقررة اليوم إلى ظهر الاثنين في التاسع والعشرين من الشهر الحالي على أن تعقد بجدول الأعمال نفسه والذي يتضمن التمديد للمجلس النيابي قرار الرئيس بره جاء عقب اجتماع ثلاثي في عين التيني مساء ضمه إلى جانب رئيس الحكومة سعد الحريري ونائب القوات جورج عدوان في حضور نادر الحريري والوزير علي حسن خليل حيث تابع المجتمعون البحث في قانون الانتخاب على مائدة العشاء وأشار بيان المجتمعين إلى أن الجلسة كانت صريحة واتفق على متابعة التواصل وفي المعلومات فإن بره سحب من التداول مشروع قانون الانتخاب الذي قدمه بعدما انتهت ليل أمس المهلة التي كان قد حددها رئيس المجلس للاتفاق على مشروع قانون ليعود النقاش إلى نقطة الصفر وتصبح البلاد أمام خيارين الفراغ أو العودة إلى قانون الستين وفي الصياق أشرت صحيفة النهار إلى أن مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كان حاضرا على طاولة عين التين مساء والقائم على النسبية مع ضوابط محددة تحدث عنها الرئيس ميشيل عون وهي إما التأهيل في مرحلة أولى وإما الصوت التفضيلي وهو الخيار المتقدم أيضا ووفق الصحيفة فإن البحث كان جديا في مجلس الشيوخ وفي دوره وتركيبته علق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جونبلاط على تولي ماكرون رئاسة فرنسا أمس قائلا عبر تويتر رئيس كبير فرانسوا ولوند يسلم الحكمة لرئيس واعد إمانويل ماكرون متى سنرى هكذا مشهد مهيب في لبنان؟ في موضوع العقوبات الأمريكية على لبنان أوردت صحيفة فينانشل تايمز أن البيت الأبيض يدرس إقرار عقوبات جديدة على حزب الله وأنصاره وقالت أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي أدرويس يعد عقوبات على شخصيات مناصرة لحزب الله في لبنان بينها الرئيس اللبناني مشال عون ورئيس المجلس النيابي إلى ذلك يبدأ اليوم حراك مصرفي في اتجاه العاصمة الأمريكية واشنطن التي يزوره وفد من مجلس جمعية المصارف برئاسة الدكتور جزاف طراباي لمدة خمسة أيام يعقد خلالها لقاءات عمل في نيويورك مع إدارات المصارف الأمريكية الأساسية المراسلة للمصارف اللبنانية كما يلتقي في واشنطن المسؤولين التنفيذيين في وزارتي الخزانة والخارجية المعنيين بالشأن اللبناني ينفذ أهالي الطلاب في مدرسة الليسي فردان اعتصاما أمام المدرسة منذ السابعة والنصف صباحا وذلك احتجاجا على زيادة الأقصاط غير المبررة من قبل إدارة المدرسة وأشار بيان المعتاصمين إلى أن القصة الحالي للتلميذ بلغ أضعاف ما كان عليه عام 2012 علما أن مباني المدرسة وخدماتها لا تنسجم مع القصة المطلوب هذا مبلغ الزودي 500 ألف تقريبا من السنة هنا وقت اللي بيقولوا لأن الدولة بدأ تعطي زيادات نحنا كلنا بنعرف الدولة قالت أذا دفعت زيادة ملاح بيكون فيه إلى مفعول رجعي بينما هون من ثلاثة سنين عم يندفع استباقيا للزودي وهذا الشيء واضح أنه مع أنه خاصة بالزودي اللي بدأت تقول للدولة أذا صاري صار في زوديت من 2012 هلأ القصة مش الدوبة صار ثلاثة وأربع مرات أكتر زوديت غلق على المعيشة اللي الدولة بعد ما أكررته نحنا عم ندفعه مع ريات 311 مع مفعول رجعي في سوريا أعلن مصدر واسع الاطلاع لوكالة سبوتنيك أنه تم حل القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا واستبدالها بمجلس قومي وبحسب المصدر من المرجح أن يرأس المجلس القومي الجديد وزير الإعلام السابق مهدي دخل الله على أن يتم تشكيل المجلس اليوم عبر تعيين أعضاء بإشراف مباشر من الأمين القطري لحزب البعث الرئيس بشر خطام المجاز عودة إلى الزميلة كاترين حنة شكرا شادي برحب فيكم من جديد مشاهدينا أرحب من جديد بضيفنا العميد وحي أطيشة مستشار رئيس حزب القوات اللغنية أهلا وسلا فيك من جديد حضرة العميد أبدأ من اجتماع عين التيني اليوم كل التركيز والأنظار اتجهت إلى هذا الاجتماع الذي استمر إلى ساعة متأخرة من مساء أمس وإنما لم ينجح في التوافق على قانون جديد للانتخابات شو كان دوركم كقوات بهذا الاجتماع؟ دور النائب جورج عدوان؟ ماذا حملتم؟ وهل صحيح أن ما حملتموه بسم تحالفكم طبعا مع المستقبل ومع التيار الوطني الحر؟ أفرغ مشروع الرئيس بري من مضمونه؟ لا بالأساس ما في تسريبات عن الاجتماع وهيضا اللي بيعطيه القوة لهالاجتماع ولا الدور اللي عام يلعبه الأستاذ جورج عدوان كلنا منعرف أنه من 3-4 أيام لليوم لما بلشت القصة تصير جدية ونظرا لأن القوات اللبنانية على تواصل مع كل المكونات خصوصا للرئيس بري والمستقبل والتيار الوطني الحر عم نجرب إنما على السكت لا بالغرف المغلقة لأن كل المشاريع اللي كانت تصير بالأول بس يطلع فريق ويقول هذا مشروع يبقى لشو يقوسوا عليها وتطلع الفيتاويت من كل المدينة بس وين بالغرف المغلقة؟ اليوم كل الصحف كانت بيشوح حمل الوفد وشو صار بالاجتماع والاقتراحات والنقاط اللي اختلفوا عليها أكيد ما خبرونا شو صار جوه أكيد لأن اللي صار جوه ما حدا بيعرفوه هلأ طبعا ما فينا بس في معلومات غير صحيحة اليوم اللي نشرت بالصحف لا هلأ بيقدروها الصحفيين بس إنه معلومات دقيقة لا أكيد لا أنا متأكد منها الشي لأن اليوم اللي عم بيصير هو خاصة إنه كل الأطراف اللي عم بيتحاوروا عم بيتحاوروا إنه بالغرف المغلقة وما لازم يتسرب شي إذا بيتسرب شي أكيد بيخربطوا المسار للمفاوضات هلأ بتقليلي هاي أول مرة أنا بلاقيها جدية إنه بدون يخرجوا هل من عنق الزوجاجة لا لأن رح نوصل للخطوط الحمر وكل الفرقاء صاروا مدركين لخطر هالمرحلة إذا ما قدرنا نتوافق على قانون انتخاب لأن قانون الانتخاب يلي هو بيعمل توازن سياسي بالبلد والتوازن اجتماعي وهو الأساس وكل هاتوا مدركين إنه إذا بدوا دال الوضع على ما هو عليه نحن رايحين لا بالفعل وضع خطير جدا عم نسمع هالكلام من أشهر هو نفسه يعني إذا اليوم منجيب كل المقابلات اللي نحن أجريناها واللي غيرنا من الإعلاميين عم بيجروها مع السياسيين ومع المحللين ومنرجع منفرغ هالمقابلات كلها أو منستمع عليها منشوف إنه نفس الأسئلة ونفس الأجوبة ونفس المعلومات كل عم بيحكي بهذه المبادئ من أشهر لهلأ بس ما في شي جديد عمليا سيد كاترين بعلم المفاوضات طالما معك مثلا فترة للمفاوضات ما بتسلم سلاحك لذلك بعلم المفاوضات دايما بدون يلعبوا على الخط الأحمر الأخير يمكن الخط الأحمر الأخير يمكن عندنا 31 أيار ويمكن هيدا بيكون بني بس الأحمر الأخير هو بـ 16 هزيران كل الناس بتفكر إنه من اليوم لـ 19 هزيران معي وقت لفاوض وإكسب قد ما بقدر هيدا علم التفاوض علم التفاوض ما بينتهي إذا بدك قبل 19 هزيران يعني عم يلعبوا على حفة الهاوي إلى ربع الساعة الأخير كما يقال مدركين كلهم للخطورة لأن هذه الخطورة إذا وصلوا لـ 16 هزيران وما متفقين على قانون الانتخاب يعني الكل بدو يدفع 8 كيف الآن 8 بيصير لا سمح الله منحكي بعد شوي باللوية ممكن تروح الأمور ولكن حتى نبقى بإشتماع عينتيني عم تقول إنه أكيد إنه ما تسرب كل شيء أكيد صار بالإشتماع ولكن الأجواء أشارت إلى أنه يعني نائب جورج عدوان ورئيس الحريري طبعا والمجتمعين حملوا لرئيس بري بعض الاقتراحات متعلقة بتقسيم الدوائر إنه تتزغر عم ينحكي طبعا عن 15 دائرة نحكي بالصوت التفضيل لأنه يتم حصره بالقضاء فيه كمانا كلام عن نقل بعض المقاعد النيابية المسيحية من دوائر إلى أخرى إنه كل هذه اللقاط حمل الوفد للرئيس بري بالإشتماع الرئيس بري رفضه واعتبره إنه بتنسف له مشروعه وكل مضمونه يعني من أصله فبالتالي بناء على ذلك اعتبر أن الشمع كان فاشلا بالمعنى السياسي ولم يتوصل إلى أي حال علما أنه كان في مهلة محدد الرئيس بري انتهت هذه المهلة لمشروعه الرئيس بري عنده مشروع صح بس الرئيس بري كمان منه مصر على مشروعه يعني يا مشروع يا خراب البلد لا منه هاك وما فينا نقول اليوم إلنا 8 سنين عم نصرخ بدنا قانون انتخاب إنه والله أول جلسة مبارح صارت مشتركة إنه مطلع مننا شي نتيجة يا شباب والله فشلة القصة حضرة العميد هادي أول جلسة أدي صاروا عم بينا إشتماعيات عم بيحكي أول جلسة جدية بالفعل كل الإشتماعيات كانت مجدية الربعية والصنائية والصنائية واللاثن الوزرية وكل هالمفاوضات الجارية مظبوط كانوا يطلعوا ويتحروا ويتطرحوا الأولى لا ما كانوا عم بيضغطوا على بعضهم هذا علم المفاوضات هذا هيك بيقلك ومبارحة كمان كانوا عم بيضغطوا على بعضهم مبارح يعني إذا بدك بلشت الجدية من مبارح وبالطالع لا لأن لما انتقلنا للمباحثات سرية أنا بعتبرها هذه معناتها عم بيبحثوا شي جد وإلا لو لا هيك ما بتكون سرية بيروحوا بيطرحوا الموضوع وبيطلعوا بيقوصوا على بعضنا والفاتوا من هون وفاتوا من هون وفاتوا من هون بيخرب المشروع بس هلأ لأن ما بقى في وقت صاروا عم بيبحثوا بسرية تامة لحتى يقدروا يتفقوا على مشروعين ما ما بعدك حدثتك مصر على السرية عم بقى تحكيناك عن تفاصيل نحكي تبارح بالاجتماع لا لك هادي التفاصيل منا صحيحة لنحكي بالاجتماع ما تسرب لا لك إذا بدنا نحكي بالقانون النسبي في 20-30 جنس قانون نسبي ببلاد العالم بقى كيف باللبنان ياللي هو مكون ما بعرف من جغرافيا وديموغرافيا وفي قد ما بدك قوانين تطرح بس كل القوانين تطرح طبعا أنا قلي مثلا ملاحظة على هذا الموضوع التاني ملاحظة على موضوع آخر هاي دي كله يتبدي بحث وبده لحتى كله يتنا أخر شي نوصل لقانون يرضي الكل يعني بالمحصيلة بفهم منك أنه أنتم كقوات لبنانية برأيكم الأمور سائرة نحو إيجابية على هذا الخط واجتماعين تيني بالأمس لم يكن فاشلا بس تأخذ جوة لا أكيد منه فاشل لو فاشل كانوا خلص قالوا يا خايف شلنا ورحنا بدنا نفتش على صيغة تانية أو مسار تاني لحتى نقدر نلاقي قانون طالما بعده ماشي معناتها أنه لا يعني أخذنا خطوات إيجابية ورح تبحث بعدها لاحقا وإذا اللبناني متأملين أنه باجتماع واحد مثل مبارح يطلعوا قانون انتخاب لا ما بتزبط لا بده مباحث يستبق الإجتماع باعتباره حاسما ها حاسما أنه هذا الإجتماع سوف يكون حاسما تبين أنه الحاسم كان لنحية السلبية يمكن أول اللبنة ببنية بدها تكون هاك دايما بس يروح واحد هذا علم التفاوض يعني مش أنا مخترعه اللي بده يعمل دورة بالتفاوض بده يروح يقعد ست شهر بجامعة معينة بكلية معينة اختصاصية بيضل واحد لآخر الله يرحم وياسر عرفات شفت كيف كان يفاوض يعني عيد التشبيه لذلك أنه بدي أقول أنه بكرة حاسما حاسما يلا يمكن لطرح مشروعه يمكن لحتى أن نأسس له شيء تاني بعضه مشروعه قائم برأيك رغم أنه اعتبر أنه المهد لا يمكن ما فيه ولا ولا أنون ولا أنون سعط يمكن من الأورتوذوكسي لطوصالفية للنسبية كل الكاملة على أرض لبنان أنه كل واحد بناور بشيء بس هيدا إشارة سلبية إذا كل هالمشاريع اللي هي متضاربة مع بعضها ويلي كل واحدة منهم يعني فيه باسم باسم حزب أو باسم تيار أو باسم مجموعة لا باسم زعيم سياسي يعني يعني فيه عندنا مشروع الوزير جبران بسيرو ومشروع الرئيس بري ومشروع رئيس ميحافي ومشروع إذا بدك حصرناهم هيدا إشارة سلبية إذا بعملوا كلهم فعلا مطروحين ما لازم تفهم فيها إشارة سلبية إذا مصار في غربلة فعلا يعني الغربلة وصلت مبالح لهون لأوين وصلت الغربلة وصلت وبدو نلاقي وقانون انتخاب على أساس نسبي هلأ بدو نشوفوا كيف بدو نقصموا الدوائر صارت محسومة النسبي على الأكيد بس الدوائر منا محسومة الصوت التفضيلي منا محسوم عدده ونوعه كيف ولاش وانتو ماشي هودل هن الخلافات الأساسية وكونوا أكيد إذا ما أنتجنا قانون انتخاب يعني بأمن التوازن السياسي بالبلد مثل ما سبقا قلتلك عن جد نحنا رايحين على على موقع خطير وهيدا ما بيسوى طيب انتو كقوات لبنانية شو ملاحظاتكم يعني شو شروطكم على هذا المشهول عم تقول هو الأكثر تقدما النسبية نحنا مش شروطنا 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 ونحن معنا حلفة المستقبل والتيار الوطني الحر وأكيد عم تفاوض نحنا وأمل مش شروط بقدر مهي خلاف على تقسيم الدوائر خلاف على الصوت التفضيلي خلاف على بس هذا خلاف مش تفصيلي خلاف جوهري لما بيقف خلاف على الدوائر وعلى الصوت التفضيلي إذا كل شغلة بدأتكون جوهرية فإذا هذا البلد ما بقى يركب إذا كل ما اختلفوا على مدير عام أو على تقسيم الدوير أو على المحافظات أو على الصوت التفضيلة إنه هذا جوهري بالنسبة لألنا جوهري لأن بيعد التوازن بس بالنسبة للفرقاء الآخرين لازم يفكروا بالتوازن لأن إذا أنا مني ما شعرت بالتوازن مع شريكي بالوطن كوني أكيد هذا الوطن ما بيركب حتى لو مثلا بتعطيكي مثل كتلة العماد عوني اليوم طيرة في منهم ثلاثة من بشبال وثلاثة بعبدة وثلاثة بجزين هو مادئين حزب الله طيب عال هلأ عطاهن للعماد عون طيب أنا بدي ضل عايش على التمنين وإنه إذا ما عطاني كتلة ولازم التمثيل يضل مهدور ما بيسوها من هيك أنا عبقول إذا ما كل مواطن وكل أكترية أو أقلية شعرت إنه بالفعل هي ممثلة مزبوط وتمثيل صحيح ما بيتأسس بلده كوني أكيدة بس يصير التمثيل صحيح حتى ببعلبك الهرميل بيكون السنة والموارنة والشيعة بيوئيم أكتر من ما هني عليه اليوم لتأمين هذا التمثيل الصحيح بحسب القوات اللبنانية أي نسبية يجب أن يتم اعتماده هون خلنا نحكي بالنظام النسبي ولكن ماذا عن التفاصيل يعني هون نحكي أكتر بالدوائر بمسألة نقل مقاعد بمسائل أخرى قيل أنه تمت مناقشة ولم يتم التواقع كل تفاصيل أنا ما فيه يفوت فيها وقول أي أنوم بيمثلني أكتا يعني بالنسبة للدوائر مثلا 15 دائرة أصبحت يعني هي طرحكم لكن كلما توزعت الدوائر كلما لاي متوضعنا لا لأن ما عدت تأثر بالعددية اللي هي كاسرة التوازن العددية هي اللي كاسرة التوازن كلما فصلت بالدوائر كلما إذا بدك التوازن رجع هلأ مش معينة أني أنا إذا كترت الدوائر أنا اللي بنجح كقوات أو تيار وطني حر أو أي مكون تاني الناس اللي بنجحوا اللي بدوا يمثلهم يعني يمكن يكون مستقل يمكن يكون أو ميسوري يمكن يكون بعثي يمكن يكون مردي يمكن يكون قواتي يمكن كتير مبهر بس أنه نحن عم نقول هؤلناس لازم يتمثلوا بشكل صحيح بس يتمثلوا بشكل صحيح بصير التوازن هلأ بتقل لي بس أنتوا كنتوا ضد النسبية حتى نسبية الكاملة نسبية الكاملة هلأ مش الكاملة المطروحة لأ هي كانت عساس كانوا طرحين على لبنان دائرة واحدة لا الدكتور جعجع قال نحن ضد النسبية الكاملة حتى ولو على 15 دائرة قال قال مرة طيب ضحى وقال أنا بروع مش أنه نقلت عنه أو شيء طيب قال لو كان كتير واضح أنه لا بنقبل بالنسبية الكاملة لا على 10 ولا 13 ولا 15 دائرة بيقصد فيها الخمس شو صار حتى غيرته واعتبر أنها الديمقراطية لا مغيرنا يا ست كاترين ما غيرنا النسبية الكاملة اللي بتعطيكي مثل دايما بنعطيه البعلبك الهرميل اللي فيه أربع مذاهب النسبية الكاملة يعني حتى ما فيك تنقل للنواب لنفترض النسبية الكاملة بتصير بالأحزاب هل ببعلبك الهرميل في أحزاب ولا في طواية نحن إشكال لعنا هو التمثيل الطائفة هل فيهم يكونوا كلهم حزب واحد ونقع أساسه لا ما فينا لذلك الخلاف بيننا وبينهم أنه يا خي نحن منا مثل دولة مثل الإسرائيل مثلا لا سمح الله أنه حزب فيه واحد اتنين ثلاثة مين الحزبيين مين أول وين تاني بتروحي على الأحزاب بتقولي قد جيب الحزب سبعين بالمئة السبعين بالمئة الأول بيطلعوا بس عنا نحن شو بدك تطلعي إذا رحتي على هيدا النوع من النسبية ما بتطلعي إلا أخويننا الشيعة مثلا بالرأس والباقيين بيجوا هن الإضعاف مش اللقوية بينما نحن عم نقلهم بما أنه هالتركيبة 15 يعني لينا إلا عليها ملاحظة بدكنيها نسبية كاملة إلا عليها ملاحظات أول شيء كنتوا رافضين حتى 15 هيا الفكرة هل هو تراجع تنزل أمروني وتسهيل أول شيء أم أنه كنتوا عم ترفعوا السقف لحتى تحققوا حد أدنى من المقتصدين لا نحن مارينين بالسياسية والسياسية وواقعيين مارينين وواقعيين هيدا النسبية يلي عم بتقولي كنا رافضينها كان إلا عليها ملاحظات ملاحظات هي أنه يكون فيه أصوات تفضيلية صوت واحد ولا اثنان ولا ثلاث حسب المنطقة قداش فيها عدد الناخبين وعدد المرشحين بس ماكت واضح الموقفيني ما قلت في وقتا أنه منقبل فيها وإنما مع هيدا الملاحظات أو منقبل فيها وإنما مع تصغير الدوائر ما رجعتك بلاشت للك بيعلم المفاوضات بيعلم المفاوضات لكن أكدوا عم تعلوا السقف يعني لا ما عم نعل السقف يعني هيدا منطق التفاوض يعني لحتى ترجعوا إذا بصر لي أحسن لا أنا بروح على أحسن بس بعلم التفاوض أنا بقول لهم برفضها إلا إذا كان فيها أصوات تفضيلية هلأ منرجع عم نختلف على عدد الأصوات التفضيلية ولونهم يمكن بس أنه بدون أصوات تفضيلية وبدون لون ما بتكوني عملت شيء بالعكس بيضلوا متحكمين بالأصوات مثل ما بدنوا خدم محافظة الجنوب فيها ثلاثة أربعة خمسة مسيحية خمسة من أصل الثلاثة وعشرين كوني أكيدة لقوية ما بيطلعوا بينقوا الضعاف بيغضون معهم وبيطلعون معهم هل يجوز هيدا ما بيجوز ما بتكون كسر ما بتكوني إما أنت التوازن بيضل التوازن بعده مكسور ومعنيتها أنك أنت رايحة على جماعة بعدهم شعرين بالغبن وشعرين بالاضطهاد وما بيركب وطن هيك لذلك إذا بتشعر الأقليات والأكتريات أنه هن عندهم ممثلين ومتوزنين كوني أكيدة بيطلع عندك وطن قوي وليس وطن ضعيف مثل ما هو هلأ هلأ منتابع أكتر بهذا الموضوع ولكن بدي أخذ اتصال مباشرة من النائب حكمة دي ببعضوا تكتل التغيير والإصلاح صباح الخير أستاذ حكمة صباح النور سهلا بدي أسألك عن الاجتماع عينة تيني بالأمس هل بلغتكن أجواء عنه وهل فعلا أنه كان أنه فشل في تحقيق تقدم باتجاه مشروع معين أولا نحن لم نشارك يعني لم ندعى على هذا الاجتماع بغض النظر عن نتائجه ما نعرف يعني نحن مثلنا مثلك مسكنكم ممثلين ما كان القوات والمستقبل عم بمسلوكهم بهذا الاجتماع كتير مني أحلق بمسلوخ خير تنسيل لكن نحن ما كنا موجودين لأن نحكي إذا كان في فشل أو عدم الوصول إلى نتائج على قليلة هالمرة يمكن مش نحنا فشلنا أو نحنا نجحنا يعني فينا نقول هكي ما صدر عن الاجتماع ليس بالأمر الواضح أو الأمر الحاسم بالنسبة لقانون الانتخاب نحن يعني أكيد منشجع على حوارات من هذا النوع لكن يبقى أنه نحنا نريد أن لا نذهب أبدا يعني تلات لقات ما يصيروا تلاتة نعم بالآخر بحصول ما لا يحمد أقضى من هون من هون نقول أنه نحنا أي سعي للحوار أي سعي للوصول إلى شيئا ملموس إلى شيئا ملموس بما يخص التمثيل الحقيقي وإيقاف العد عبر قانون انتخاب وقت منقول وقفنا العدد ترجمون لها الجملة هذي بقانون انتخاب نعم يعني يجسد هالفكرة بس للتوضيح أستاذ حكمة يعني مبارح كان المستقبل والقوات من خلال النقاب صورة عدوان كانوا عم بمسل الطيار الوطني الحر أو لا لأنه اليوم بحسب أجواء الصحف أنه تحالف الحريري جعجع بسيل ينصف مبادرة بره هيك كتبت الأخبار اليوم لازم يشاركوا بسيل دائما بس ما صار فيه تنسيق واجتماعات مسبقة يعني هذا اللي عرفنا يعني اليوم وقت اللي بيكون واحد موجود غير ما يكون يعني أكيد يعني الأطراف اللي عم تذكرية أطراف حليفة وأطراف فيه اتفاقات ملموسة نحن وياها لكن هذا الموضوع لا يعني أنه نحن حضرنا وحطينا أيدنا بالموضوع وفيش موضوع طب ليه أنتو محضرتو ليه عم تقول ما تمت دعوتكن ليش من دعائنا بكل بساطة هلقد الخلافة كبير بين crimin Viking يعني هو اللي ما تحدث أنا اللي طالب لاجتماع هو الرئيس الحريري طالب لاجتماع من رئيس بري إي بس هل يعطل ما يكون فيえ ممثل عن الطيار الوطني الحر بهلك اجتماع كان يفترض أن يكون حاسما لحسب ما قال الرئيس بري أنا اللي بعرف أنه منطلب الاجتماع هو الرئيس سعد الحريري منطقي وعقله راجح بهذا الموضوع ونحن نطق فيه ونصق الرئيس الحريري بما يطرحه بس هذا لا يعني أنه نحن على خليف ومن دعينا على أساس الخليف وهذا أمر طبيعي جارة الاجتماع من دوننا وين المشكلة نحن طارحين شريعة كثيرة متعددة ومتنوعة كلها تصل إلى نفس الهدف وهو التمثيل الحقيقي لكل الناس من دوننا ما زلتم متمسكين بالتأهيل أستاذ حكمت ما زلتم متمسكين بالتأهيل أم أنه سقط أنا من شوائل اللي بيطرح مسألة وقف العد التأهيل هو أحد القوانين أو الاقتراحات التي تجسد هذا المبدأ خير تشفيد بعد في أمل بتبني وأقراره من بعد ما أعلنت أطراف أساسي لرافضه أكثر قانون أخي التأهيل من قبل الأطراف أساسية بالبلاد هو القانون التأهيل مين الأطراف الأساسية اللي قابل بالتأهيل الرئيس سعد الحبيري غيره يعني حزب الله كان عم بيطلب ملاحظات ولكن حزب الله استسحكمت حزب الله كان واضح أنه بدون دروس لا يمكن السير بأي مشروع كان كلام السيد مصر الله واضح والبعض شايف هذا الأمر إسقاط للتأهيل بشكل أو بأخر الرئيس بري رفضه الاشتراكيين رفضينه والقوات رفضينه طولي بالي طولي بالي مين قال نحنا رفضين الدروس لا هني رفضينه فبالطالي عنده نفيته عليه اليوم النائب جمعات عنده نفيته كبير على التأهيل طولي بالي شوية أنا قلت لك أنه أكتر قانون مال فقيق من أطراف أساسية ما قلت لك كل الأطراف وفقت ومشينا لو وفقت كل الأطراف كنا مشينا بهذا القانون عمونه دقيق جدا أنه حزب الله على الإنسان أهم مسؤول فيه اززم بالقبول به ويجعى إلى ضم أطراف أخرى للقبول به بعضه قائم بعضه ما سقط بسيكون الأمر جدي أكتر بعد يشوف كي الأمور نعم يعني التلمسة الناس حية نعم كيف تقرؤون تأجيل الجلسة بسميا التشريعية يعني من 15 أيار من اليوم ل 29 أيار ماذا يعني هذا التاريخ الذي هو قبل 42 ساعة من انتهاء العقد العادي لمجلس النواب كيف تقرؤون هذا التأجيل أنا أفضل في المجال أمام مزيد من الحوار وإنسان ما يكون منتج هذا الحوار للوصول إلى قانون يعني ينال التمثيل الأوسع من الأطراف إذن يأكيد يعني الجلسة كيف محروف مطيرة بالعكس خلينا نقتح لجلسة لحوار نعتقد أنه ربما نصل إلى أرضية مشتركة بهذا القانون نعم سنكون حكما أمام دورة استثنائية لمجلس النواب برأيك إذا كان هالمجال هذا إذا كان هالفكرة دورة استثنائية في بعضه قائم مش يجب أن تأهلabs بقولك كل الأوانين بعدس لو كان مسألة ايمس صاحب عددا… يشبكو الطيار والقوة اللبنانية لا الملاحظات بتكون الملاحظات بتكون مهمة بشكل انه اذا بده يتم الاخص فيها بده يتغير مبدأ المشروع بتصير هيدا الملاحظات بمثابة الرفض الملاحظات بتغير شوي اكيد بيوفق عليها التيار الوطني الحر على كل حال لو مش للقانون وقلنا له ملاحظاتنا شو هي اكيد ما بيقول لا لا لان نحن ويهي مصلحة وحدة بانجاز قانون انتخاب يصحح التمزيل ويعيد التوازن السياسي الى البلد هلأ شغلة من هون شغلة من هون ان كان نحن ولا هني اكيد نحن رح نتلاقى يعني ما رح نختلف بالعودة لالنقطة اللي كنا عم نحكي فيها السابقة انتوا اذن مع النسبي الكامل انما مع دوائر صغيرة دوائر صغيرة عم بحكيك عن مؤفر القوات اليوم فنكون واضحين الصوت التفضيلي مع ان يبقى محصورا بالقضاء فقط هون شو كمان الموضوع الطائفة بمسألة الصوت التفضيلي اعطيتك المثل لنفترض الصوت التفضيلي بجنوب عندك خمس نواب روم وما بعرف مين تاني واثنان موارنة واثنان كاتوليك شو يقولون صوتهم بالصوت التفضيلي اذا ما كان على اساس لان حسب لها الطائفة ادى اخدوا صوت التفضيلية اذا بدك تحطيهم ضمن الليحة كل يتا مع اخواننا الشيعة كوني اكيدة ما بيطلعوا لواحد منهم نعم وبنسبة لكم ما بتنحل المشكلة ما بتنحل المشكلة ما بتنحل المشكلة منكون نحن بقينا متماسكين بهود النواب ومنقدمهم هدية واحد للمرأة دي وواحد ما بعرف لمين واثنان مدر لمين ما بده هدايا باللبنان يا اني انا تمثيلي بيكون صحيح وانا وياك كون اكيد منصير اقوى او تمثيلي ما نصحيح وبدك توزع هدايا وانا وياك بنظل اضعاف لذلك اليوم لبنان ضعيف لانه ما في صح التمثيل نعم ونقل المقاعد يعني نحكى انه كمان نقل الوفد مبارح بالاشتماع نقل اربعة مقاعد مسيحية من قضاء الى اخر ومن دائرة الى اخرى وانه هذا الموضوع خط احمر بالنسبة للرئيس بري يعني مرفوض ما بعرف لش انه خط احمر بالنسبة للرئيس بري اذا نقلنا مثلا مثلا مقعد ماروني من طرابلس على البترون بالموارنة الاخوينة الموارنة ما في كتير بطرابلس ليش خط احمر عنده ما بعرف يا اخي ما بعرف التعايش او العيش بين اللبنانيين ما بيصير الا ما يكون كل واحد منهم مرتاح بالتمثيل انا اكيد انه ابن كسروان منه لا اصولي ولا شي لانه انتخبوه كل موارنة وابن سيدة منه اصولي لانه انتخبوه كل السنة لا يعني مش هك بس لانه في صح التمثيل ابن اللي بيظل مسل الطايفي حر اذا بدك وبالعكس بيعمل قوة مع الفريق الاخر وكوني اكيد لو في ماروني بالبعلبك الهرميل بمثل دار الاحمر مظبوط انا اكيد الشعب بدار الاحمر والشعب اللي بالبعلبك بيكونوا متوافقين اكتر من ما هبوه اليوم اليوم ابن دار الاحمر حاسس بغبن انه تمثيله منه صحيح لو تمثيله صحيح كان يتعاون مع ابن الهرميل الى اقصى الحدود بس انه هاك بدك تضل مسيطرة على القصص وتبيع مقاعد ما بيجوز اسمحنا انتقل للصحف مع زميل شادي من بعدها منتابع اكتر بالموضوع الانتخابي ومنحكي كمان عن مجلس الشيوخ وعن نقاط اخرى بعد الصحف شكرا كاترين لقاء الحريري بر عدوان امس في عين التيني اجواؤه وابعاده وما رشح عنه هو محور واهم مقالات الصحف الصادرة اليوم في لبنان والبداية من صحيفة الجمهورية والتي كتبت موقف باسيل يحبط اجتماع عين التيني علمت الجمهورية ان الصعوبات متزال كبيرة في الطريق الى الاتفاق على قانون الانتخاب وهذه الصعوبات بعضها ظاهرة والبعض الاخر مستتر المصادر اعترفت ان موقف باسيل الذي نقله عدوان الى المجتمعين كان سببا عدم توصلهم الى نتائج عملية اذ ان الازمة بينه وبين بر بلغت ذروتها على حد قول البعض الذين نقلوا عنه اتهامه رئيس المجلس باحباط كل مقترحاته لقانون الانتخاب وانه اراد بعدم المشاركة في الاجتماع احباط اقتراح بر المزدوج القائل بقانون انتخاب على اساس النسبية وانشاء مجلس الشيوخ واشرت المعلومات الى تمسك طيار الوطني الحر بالطرح التأهلي الملازم لاي صيغة نسبية وقد نقل نائب في طيار المستقبل عن باسيل تأكيده ان لا تنازل على الاطلاق عن موضوع التأهلي وعن الصوت التفضلي في القضاء في هذا الوقت اشارت مصادر مواكبة للحراك الجاري للجمهورية الى توافق على مبدأ النسبية ما بين بر والحرير وحزب الله وايضا جملات الذي يهمه بشكل اساسي ان يكون الشوف وعلي دائرة انتخابية بالاضافة الى درزية رئاسة مجلس الشيوخ ومن الجمهورية الى صحيفة الاخبار تحالف الحريري جعجع بسيل ينسف مبادرة بر الفراغ يهدد لبنان وفي تفاصيل المقال بنا رئيس مجلس النواب طرحه على اساس تحقيق امرين انشاء مجلس الشيوخ تتمثل فيه المذاهب وينتخب وفق مشروع اللقاء الارتودكسي ليتم حصر التمثيل المذهبي فيه والانطلاق نحو انتخاب مجلس النواب على اساس وطني وحول هذه النقطة الاخيرة يعتبر بر انه قدم تنازلين فهو اولا تنازل عن بعض صلاحيات مجلس النواب لمصلحة الشيوخ والثاني تخفيفه من هواجس البعض من الغاء الطائفية السياسية عبر ايجاد فتوى لما ورد في اتفاق الطائف عن انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي تقضي بان تلغى المذهبية فيتم انتخاب 64 نائبا مسيحيا و64 نائبا مسلما من دون مراعاة الحصص المذهبية الطرح الذي حمله طيار المستقبل والقوات اللبنانية الى بر وفقا لمعلومات الاخبار قائم على انشاء مجلس الشيوخ وانتخاب مجلس النواب وفق النظام المذهبي المعمول به ويعني ذلك انه عوض البدء بخطوات نحو تخفيف في حدة المذهبية يخطو ممثلو هذه القوى خطوات الى الوراء عبر وضع تصور لمجلسين مذهبيين ومن صحيفة الاخبار الى صحيفة الديار وما كتبه اليوم عماد مرمل لقاء عين التين بين الفشل الممنوع والاتفاق الصعب يشير المصدر المواكب لمباحثات الكواليس الى ان الصراع بين الرئيس عون والوزير جبران باسيل من جهة والرئيس بري من جهة الاخرى انتج تعقيدات ويوضح المصدر ان النائب جورج عدوان يركز في اتصالاته مع كل الاطراف على مسألتين الاولى وجوب سحب مشروع التأهلي من التداول وثانية ضرورة التوصل الى اتفاق مبدئي حول اعتماد نسبية ضمن دوائر متوسطة على ان يستكمل انجاز تفاصيلها المتعلقة بالصوت التفضلي وحجم الدوائر خلال الاسبوعين المقبلين ويكشف المصدر عن ان البحث يجري حاليا على قاعدة اما اقرار النسبية الشاملة وحدها واما مع مجلس لشيوخ شرط ان لا يهدد البحث في صلاحيات المجلس وهوية رئيسه بمشكلة طائفية جديدة موضحا ان رئيس حزب القوات سمير جعجع طلب من عدوان التحرك على خط وليد جومبلاط جبران باسيل لاحتواء هذا الخلاف وتلفط المصادر الانتباه الى ان البديل عن القانون الجديد ليس الفراغ وانما اجراء الانتخابات وفق الستين الامر الذي سينطوي على انتكاسة كبرى للعهد كما للمسيحيين الذين باتوا يدركون ان النسبية ضمن دوائر متوسطة تبقى بالنسبة اليهم افضل بكثير من الستين اتابع هذه الجولة على الصحف واصلوا فيها الى صحيفة اللواء بر يرفض ملاحظات باسيل تفيد معلومات اللواء ان الوزير جبران باسيل نقل الى الاجتماع الذي جمعه مع الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط بحضور النائب عدوان ملاحظات تتعلق بنقطتين الاولى اعادة النظر بالدوائر من 6 الى 15 دائرة مع اعادة النظر بالمقاعد لسيما المسيحية منها وهذا ما يرفضه بقوة الرئيس بر ثانيا الصوت التفضلي في الدائرة او القضاء لمن يذهب طائفيا وكيف وهذه نقطة تجاذب وصفها البيان ووصفها البيان ووصف البيان الجلسة بانها كانت صريحة واتفق على متابعة التواصل الامر الذي يستفاد منه عدم قبول الرئيس بر بملاحظات بسيل والذهاب باتجاه اخذ المجلس دوره لعدم الوقوع في الفراغ فذهبا الى تحديد موعد جلسة جديدة غير قابلة للتأجيل مرة اخرى اذا اذا ما رفض الرئيس عون اصدار العقد الاستثنائي وبحسب هذه المعلومات فان معالم الحل اصبحت شبه واحي واضحة وترتكز على النسبية بشكل كامل وفق دوائر متوسطة تتراوح بين 13 دائرة و 15 دائرة مع اعتماد الصوت التفضلي على مستوى القضاء والمقال الاخير في هذه الجولة على الصحف سيكون من صحيفة النهار والتي كتبت اليوم لقاعين التيني تفاؤل بقرب الاتفاق الرئيس نبيه بر سحب عرضه من التداول ولم يبقى متاحا سوى مشروعين العودة الى قانون الستين الذي يرفضه عون وبر ومعهما حزب الله وامل والقوات اللبنانية واحزاب وطيارات اخرى والمشروع الثاني المتقدم والذي حضر على طاولة عين التيني بين بر والحرير وعدوان هو مشروع حكومة الرئيس نجيب نقاطي والقائم على النسبية مع ضوابط محددة اما في موضوع العقوبات الامريكية فان لبنان سيحاول الافادة من مشاركة رئيس الوزراء في القمة العربية الاسلامية الامريكية في الرياض للقاء مسؤولين امريكيين ومحاولة اقناعهم بفصل العقوبات المقررة على حزب الله عن النظام المالي والمصرفي وفي المعطيات التي توفرت للنهار انه على رغم امتناع الوزير علي حسن خليل عن المشاركة في الوفد الذي يضم الوزير جبران باسيل الا ان الموقف الرسمي يبدو منصقا بين الرئاسات وقالت صحيفات الفينانشل تايمز ان البيت الابيض يدرس اقرار عقوبات جديدة على حزب الله وانصاره وقالت ان رئيس لجنة شؤون الخارجية في الكونغرس الامريكي ادرويس يعد عقوبات على شخصيات مناصرة لحزب الله في لبنان بينها الرئيس اللبناني مشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بره مع هذا المقال من صحيفة النهار اصلوا الى ختام هذه الجولة على الصحف بعد هذا الفاصل الاعلني نعود الى متابعة برنامج الحدث من تابع مشاهدينا هذه الحلقة من الحدث مع ضيفنا مستشار دكتور سامير جعجع العميد وهبي عطيشة اهلا وسلا فيك من جديد ومن تابع هذه الحلقة بقانون الانتخابة حضرة العميد وانما بالشق المتعلق بمجلس الشيوخ ايضا يعني هذا الشق في خلاف حوله في مطالبة بان يكون تكون رئيسته لمسيحي بمقابل طلب درزي بان تكون رئيسته للدروز ماذا عن الطرح القواتي بهذا الخصوص نحنا ما طرحين شي لمجلس الشيوخ ومنتأمل انه هلأ ما يجيبوا سيرته بالكاد نحنا نحل عقدة مجلس النواب ونروع مجلس الشيوخ هونيك العقاد وهونيك بالنسبة للعدد والصلاحيات ومين الرئيس ومين المرؤوس ومين النيب الرئيس نحنا عنا مشكل عم نحلها منجيب مشكلتين اللي نقول بدنا نحل هون مشكلتين منحل مشكلة ومشكلة بس هو يعتبروا يعني يمكن من منطلق انه بحل المشكلة الطائفية المذهبية هيك المزاهي بترتاح يعني بيصير التمثيل المذهب يتمثل بهذا المجلس وساعتها يتحرر مجلس النواب من مسألة الطائفية والمذهبية منها لهاك هذا طرح ما سوريا اللي عم يطرحوه أنا برأيي ما قالوا معنا لا خلينا هلأ نحل قصة مجلس النواب والتمثيل بعدين نشوف اذا في ضرورة لمجلس الشيوخ ونبحث فيها خيارة على روية ومنشوف كيف وبعدين كله يتوا بيصير هاي دي ازمي بده حل بده شهور بده شهور شهور لتنحل قصة مجلس الشيوخ هلأ بدي اجيب اربطها بمجلس نواب وعلى نيب ونيبان ما عم نتفئ بدنا نروح نتفئ على مجلس الشيوخ وصلاحيات ومين رئيس ومين مرقوش لا القوات اللبنانية عندها مفهوم لها القصص كله يتا بس ما مش وقتها هلأ برأيك أنا برأيي هلأ مش وقتها وهي دي لزر الرماد بالعيون ولا حرف إذا بدك الرأي العام عن المشكلة الأساسية يعني مشروع الرئيس بري ما قالوا حظ بالنجم أي مشروع المشروع هلأ آخر مشروع كان عنده شق متعلق بمجلس الشيوخ وكان الشق المتعلق بالنسبية الكاملة على أساس الدوائر هذا كان الضرح كان عنده مشروع 64 ورجع ما بعرف لاش هذا كل قديم المفضلط هلأ رجع لنا على قصة مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ طيب إذا بدنا نبحث فيها هلأ أكيد بدأ سنتين ثلاثة إلا تخلص طيب نضلب على مجلس النواب لحتى نشوف كيف بدنا نركب مجلس الشيوخ وبعدها نرجع على مجلس النواب لا ما منع عمليا أنا برأيي الرئيس بري ما أحترام إلى قلو يعني عم بجرب يداوي سوريا يعني المرض العضال بأسبرين ما بتزبط ما بتزبط نعم شو رأيكم هون بموقف الحزب من كل المشاريع الانتخابية الكلام الأخير لسيد ناصر الله الداعي إلى التوافق وقوله أنه معنا لس 19 زيران أنه نحن منوافق على أي مشروع بوافقه على الكل وأنه ما بيمشي مشروع منذ ما يكونوا المسيحيين موافقين عليه ودروزوا موافقين عليه وما في مجال إلا ما يكون في توافق تام على أي مشروع طبعا مع تمسك الحزب وموقفه المبدأ المعروف بالنسبية طبعا يعني أنه مثل ما عم بيقول أنا معه 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 بس يا شباب ما في إلا النسبية طيب شو معنى تادي طيب ما أنتو صرت مع النسبية طيب عال لأنه هو صار إذا بدك فارضة ونحن وقعيتنا السياسية إلنا له أوكي نسبية بس في إلا ضوابط ما فيك تترك النسبية متفلتة إذا تركتها متفلتة يكوني أكيدة ما بيطلع ولا نيب بالجنوب زي التمثيل مسيحي صحيح ولا نيب بعلبك الهرمي زي التمثيل مسيحي صحيح وما بدي وسع لحتى ما يقولوا لأن أنا عم برد على كلام السيد واللي كلنا بنحترمه بس أنه لا أنا مع النسبية الكاملة وشو بتتوافق أو أنا بمضي لا بدأ ننزل للعملية العمليا شو بيصير إذا عملنا هاك ولا هاك ولا هاك بس تنزلي على التفاصيل ويلي هي واقعية وعملية نحن ما عم نروح بس هو لي مثلا ويفق على التأهيلة كم نوعا كم نوعا كم نوعا كم نوعا هلأ عم بيقلنا النقب حكمة ديب أنه نتبلغ الطيار موافقة على المسروع التأهيل يكلف الرئيس الكتلة النقب محمد رعد يبلش يشتغل للتأهيلة إذا هو وفق على التأهيلة يبلش يقول أنا عندي التأهيلة وتعور نشوف شو بنا نشتغل فيه بس أنا موفقة على التأهيلة مثل ما قال أنا موفقة على الأرثودوكسة وقت العمليا بيجي بيقولك لا بدي نسبية كاملة على كل الأرض اللبنانية لا ما بيجوز هذا كلام للبيع والشري بس الشيخ نعيم قاسم يعني بالأمس بيقول أنه هل تعلمون أنه بيقول يلي بيقولوا أنه نسبية لا تلائمنا هل تعلمون أن النسبية فيها عشرة وعشرون خيارا كلها اسمها نسبية فلطف أطراف على واحد من الخيارات ويمكن أنه يدور الزوايا هذا موقف إيجابي أنا معه بالمئة يعني مش أنه عم بيقول أنا مع النسبية دايرة واحدة هذا خياره الأفضل بالنسبة له ولكن ما أنه متمسك يعني هو قابل أنا معه للشيخ نعيم قاسم وعم بيكي عن تدوير زوايا عم معه بالمئة مئة ويلي عم بيصير هلأ عم بيدوروا الزوايا إن كان بعين التيني ولا بباك الوسط ولا نحن والتيار الوطن الحر هذا كل شي هلأ اللي عم بيصير تدوير زوايا لا نسبية إنه بين 6 و 15 دايرة إحنا بدنا أكيد يعني أكتر طيب هلأ عايشين على موعد جديد 29 أيار الموعد هي اللي تأجلت الجلسة التشريعية لا أما هيدا مش عايشين عليها بالعكس بس هيدا يعني بعد أسبوعين مساحة مفاوضات وحوارات سرية اللي عن جد عم بيأكتر شي فاعل فيها الأستاذ جورج عدوين هيدا اللي عم نخلال هال 14 يوم هالأسبوعين عم نجرب نلاقي حل لكل اللي يرضوا عنه مش إنه ناطرين على 29 يمكن بكرة إذا اتفقنا وإنه أوكي خلاص يا شباب بيمشي الحال نعم بس اللافت أنه بالبيانة تأجيل الجلسة يعني كان فيه تأكيد أو يعني كأنه إشارة أنه على رأس جدوى الأعمال الجلسة رح يكون موضوع التمديد يعني هل برأيك بعده التمديد مطروح ألم يسقط بالضربة القاضية خصوصا بعد موقف المستقبل للأخير الرافض للتمديد الرئيس بري بفتكر عم بيلعب بورقة التمديد سنة لا يضغط على كل الفرقاء اللي يلاقوا قانون لأن الرئيس بري كمان ضد التمديد لأن الرئيس بري وقت اللي بيشوف أنه أربع سنين صار تمديدين والرأي العام ضاغت من تحت والرأي العام الدولي ضاغت من فوق مع الدول عم بيلوح بها الورقة لحتى يضغط على الفرقاء أنه لقوا شي ورحين على المواجهة أي مواجهة مبارث لذلك أنا بعتبر ورق الضغط ونجحة من إبالو نعم يعني برأيك ما رح نروح على تمديد بجلسة 29 أيار رح نكون أمام قانون جديد من هلأ لوقتا نتمنى يكون في قانون جديد وإذا ما كان في قانون جديد شو رح يصير 29 أيار بد من يمددوا يفتحوا جلسة دورة استثنائية دورة استثنائية لحتى يضلوا يشتغلوا لها 19 حزيران مثل ما قلت لك الخط الأحمر بعلم التفاوض كل يتهم بدون يستغلوا للإحرار الخط الأحمر يعني إذا وصلنا له منه قانون جديد أي خيار سوف يكون البديل برأيك الفراغ أم العودة إلى قانون الستين وأيهما أفضل بالنسبة للقوات اللبنانية حسب الدستوري أنا ما بعرف دستوري يعني ما أنا اقتصاد دستوري بس حسب الدستوريين بيقولولك 19 حزيران بيسقط القانون الستين وفي دستوريين تانين بيقولولك 19 حزيران مجبورين ويروحوا على الستين أنا ماني اختصاصي بس إن شاء الله ما نوصل لأن ما بيسوات يعني بتكوني إذا رحتي على الستين علقت المشكلة أربعة سنين تانين وبالله واستمرين إذا بدك بعدم التوازن السياسي والاعتراضات وحسن التمثيل وبيكون نضرب العهد أليس ضربة للعهد مش نضرب العهد نضرب لبنان كله العهد اسمه عهد العماد عون لا لأنه هو الشخص السابت بها العملية ست سنين بس هو عهد اللبنانيين ككل بينضرب العهد بينضرب معه العماد عون والرئيس بري والرئيس الحريري وكل المسؤولين السياسيين وبينضربوا معهم لا سمح الله كمان اللبنانيين ككل لأن العهد يعني انضرب أنه ما بقى فيه استقرار لا سياسي ولا أمن ولا اجتماعي أكيد الكل بينضرب بس لأنه رئيس جمهورية هو رمز العهد بقولوا انضرب العهد ايه مصبوط بس هيدا ان شاء الله ما نوصله نعم كيف علاقتكم بالعهد كتير كويسة ممتازة لا بخلاف اللي بس عم تشهد يعني طلعت ونزلت بكتير من الأحيان لا لك نتبه نحن بأكتر من مرة يعني نحن حدثت غيثنا بأكتر من مرة وكل مرة عم تسائل يكون فيه مشكلين وهلأ يعني موضوع الكهرباء المشكل الأحدث نحن نحن والتيار الوطني الحر استراتيجيا متفقين بالقضايا استراتيجية وخصوصا قانون الانتخاب يلي هو بينتج السلطة وهو اللي بيعمل توازن بالبلد توازن سياسي واجتماعي بالبلد استراتيجيا متفقين على قانون انتخاب بس هوني أصلك بالاستراتيجية لأنه الطيار الوطني الحر والعهد اليوم يعني متفق استراتيجيا مع حزب الله وانتو مختلفون استراتيجيا مع الحزب هذا ما عم نقدر نفهمها لأقلك ياها أوضح لك ياها طلعت أخر شي لا متفقين استراتيجيا عمليا ولا عم يتبين أن المتفقين على أصص داخلية لا بلا بلا لأقلك اليوم العماية دعون مع السلاح للحزب الله وطرق طايته أوكي بس هيدا أمر يمكن يتغير سنة سنت الجيه بعد منها هيدا يمكن استراتيجيا أصير إذا بد بس قانون الانتخاب هيدا استراتيجيا طويلة طويلة الأمد لأن لا فينا أن نعمل انتخاب قانون انتخاب وما يكون راضي للتيارة الوطنية الحر والعقل صحيح لذلك هيدا استراتيجية طويلة الأمد اللي بتنتج توازن سياسة وسلطة وانتج سلطة على مدى بعيد هيدا هي استراتيجية الأساسية لذلك هيدا متفقين عليها هلأ السلاح أوكي اليوم بكرة ما بعرف يمكن يغير رأي يمكن أنا غير رأي وصفي غطي السلاح ما بعرف بس استراتيجية يعني النقطة الاستراتيجية الوحيدة المتفقين عليها هي قانون الانتخابات مين قال لا أكثر عبدالله مختلفين على السلاح بس يمكن أن قاد تانية كمان يمكن أكيد بدنا نتفق استراتيجية طويلة الأمد نحن متفقين ولكن حضرة العام هل يمكن أن الفصل اليوم بين السياسة والتقنة خلينا نفد غري بموضوع الكهرباء يعني مصرة القوات أنه الخلاف فقط تقنة ونحن متفقين مع التيار الوطن الحر ومكملين وجبهة واحدة وقانون انتخاب برأي واحد وموقف واحد وإنما البعض بيشوف أنه لا يمكن فصل السياسة عن التقنة خصوصا ببلد مثل لبنان هلقد العلاقات متداخلة فيه والبعض بيقول أنه اليوم عم تضغطوا عليهم بما يتعلق بقانون الانتخابات مشان هيك هلأ أثرتوا نحن عم نضغط عليهم بقانون الانتخاب يعني أنه في عندكم مشكلة معهم بقانون الانتخابات ما نبين رح تكون التحالفات هلقد منصقة خصوصا إذا رحنا على النسبية ما رح تكون اللوائح موحدة بينكم وبينهم في أكتر من نقطة تكتيكية يعني زعجتكم مشان هيك أثرتوا موضوع الكهرباء والمستقبل متحالفين بس يمكن بالانتخابات ما نكون متحالفين أنا والتيار الوطني الحر اليوم عم ننتج قانون انتخاب واحد يمكن حسب هالقانون اللي جاي يصفي أنا ويمن متحالف يمكن اتحالف مع واحد غيره حسب بس أنه منكون نحن أنتجنا بالفعل قانون انتخاب بيعمل تمثيل صحيح لذلك بس ياسي بدك قليلي أنه استراتيجيا شي والتقني شي لا ما أنا ما بتنفهم أنه أنتو اليوم عملتوا التحالف اليوم اسمكن باللغة السياسية والإعلامية الثناء المسيحي العوني القواتي نبنت كتير مشاريع انتخابية على أساس هذا التحالف وطروحات وتوقعات وإحساءات وإذا بيتبين أنه هلأ بقى عندكم مشكلة أنه تعاملوا انتخابي ولكن يمكن تخدوا الانتخابات كل واحد بجبهة ببتنفهم هذا لا مش هك السناء المسيحي يعني يلي عطوه هالتعبير وهاك يمكن كانوا يريدون الإضرار بالمجتمع المسيحي ككل لأن اعتبروا أنه هذا السناء المسيحي جاي يلغيك أنت يا فلان ويا فلان ويا فلان لا لأن هيدا السياسة السورية الأديمة يلي كانت بانية سياستها في لبنان على فرق تصد الكتيب صاروا اثنان الاوميين اثنان البعسيين اثنان وانتو ماشي وهلأ هاو دي بعضهم كمان السناء المسيحي بدو يلغفلين وإكس وإجراء لا نحنا نحنا ليش بيقولوا عننا السناء المسيحي هو رأس الحربي لأن نحنا الوحيدين القادرين لنطالب بصحة التمثيل المسيحي غيرنا ما نقادر لا ما تقل لي واحد مستقل نيب مستقل المسيحي بمرجعيون ولا ما بعرف وين بعكار أو بمحال تاني بيقدر يطالب بحقوق المسيحيين مثل ما نحنا عم نطالب لا تعني بالضرور عن تخوضوا الانتخابات جمعه واحدة أو بيقدروا من تحالف يمكن بكسروين مثلا نكون ضد الطيار بس منعتبر أنه هيدا القانون بيجيب المسلين لأهل كسروين تمثيل صحيح أو بالبترون أو شو بعرفني ببشر بالكورة وين من كان باللبنان لا هذا غير شيء نحن لو عم نطالب بالتمثيل المسيحي لما عم نطالب فيه أو إعادة التوازن لنعيد التوازن مش معناته أنه أنا بدي أعمل نيب أو واحد بالطيار الوطني الحر هو اللي بدي يربح بها الانتخابات لا بس أنه هذا الشعب المسيحي هو اللي بيفروز إياداته أو بمسلو بس في تصريحات عونية يعني من الطيار الوطني الحر اعتبرت يعني أنه لا يمكن فصل الموضوع عن السياسة وهذا خلاف سياسة لأنه كان في كتير استياء من الطيار الوطني الحر من الوزير جبران بسيلو من كتير من النواب من يعني ما قام به القوات اللبنانية ما قامت به بموضوع الكهرباء يعني هيدا الانتقاد اللي حصل أزعج الطيار الوطني الحر وإسمعنا تصريحات لنواب بالطيار اعتبرت أنه هيدا الخلاف صار سياسة لا يمكن وضعه فقط في الإطار التقني مش أنا اللي عم بقول هالشي العونيين اعتبروا أنه الموضوع سياسة بس أنا عم بقولك الخلاف على قصة الكهرباء خلاف إداري بالنسبة لألنا نحن كان طالبنا أنه كل هالأضايا اللي بدأت تبحث تبحث أنه بيرجعوا على مجلس الوزراء يمكن مصر إدارة الملف ما عجبتنا وإدارة الملف حسينا لازم تكون أكتر شفافية ونحن اللي قلنا حفاظا على التيار الوطني الحر إذا بدك وحيته وكأنه يعني التيار داخل بفساد وبسفقة لا لا ما أوحينا هيك أبدا يمكن الفراقات يمكن تحدثوا عن الشفافية ضرورة أن يكون في شفافية ضرورة أنه في فرص أكتر ضرورة أنه يعني وكأنه يمكن أنه أنت تحكم بإطار تقني ولكن أوحى هذا الانتقاد أو هذه الملاحظات أوحيت أنه في صفقة أو فساد معين على خط خطة الكهرباء يلي بده القوة والتيار يظلوا مختلفين صار بده يروح أبعد من هك نحن أو حين أو بالأحرى قلنا أنه الإدارة للملف لازم تكون أكتر شفافية حفاظا على مصدقيتنا وحفاظا على مصدقية التيار الوطني الحر كمان لازم تكون أكتر شفافية هذا اللي طلبنا ما قلنا لا فلان فسد ولا فلان بده يسر ولا فلان يمكن حاطت إيده بجيبته لا نحن ما قلنا هك ولم نسمح لحالنا نقول هك نحن بالإدارة منقول يا شباب تالإدارة تكون سليمي والمواطنين ما يكتروا حكي علينا وعليك وعلى الآخرين لازم تكون بها الطريقة هاي دي أمام كل الناس هذا اللي قلنا بس هلأ طبعا في كتير ناس اللبنانية والتيار الوطن الحر بس هذه ليست محطة الخلاف الأولى يعني الكهرباء ومن محطة الخلاف الأولى بأكثر من محطة يعني عم بيبين أنه في اختلاف حتى في كلام كتير بمسائل تعينات وتوظيفات وما إلى ذلك وكأنه القوات أخذ على التيار الوطن الحر أنه عم بيتفق مع تيار المستقبل على حصص وما إلى ذلك وعم يحيد القوات عن هذا الموضوع وهذا الموضوع يزعج القوات هل هذا صحيح عم بسأل إذا صحيح لا ما نصحيح وإذا بتقدر تلاقي لي مثلا أي موقف لقواتي لبنانية مسؤول بالقوات من دكتور سمير جعجع لكل اللي بيطلعوا على الإعلام إذا واحد منهم قال نحنا مغبونين بالإدارة لأن كذا وكذا وكذا أو وجهنا ملاحظة للتيار الوطني الحر بمكان ما إليلي أهلا إليك ولا موقف بس الناس كلها مش الناس موحدين دايما بيبلش يدق مسؤولين يعني مثلا انتخابات نقابة المهندسين هذه كانت محطة من المحطات كمان أنه وقتا زعجت القوات وأنه كان فيه من التيار الوطني الحر محاولة للاستحواذ على كل المقاعد يعني يمكن ورجعنا التفاق طيب هيدا مثل عم بعطيك مثل آه أوكي بس هيدا وفيه أمثلة أخرى بس ما نحنا منا مستنسخين عن بعضنا نحنا والتيار نحنا بقلب القوات في عندك مئة رأي وشو بعرفني والشريعة مع الحكيم دايما وما بعرفش وإي والله معكم حق يا شباب لأ ما معكم هيدا هيدا دليل حيوية عنا بس هيدا منه خلاف هاللي عم بيقولوا عنه يعني لا بنختلف يمكن بالنقابة العطبة من نقابة المهندسين من نقابة كذا أوكي مش مشكلة بس هيدا منه إذا بدك منه أساسي بتحالفنا استراتيجي نحنا والتيار الوطني خصوصا بقانون الانتخاب هو بينتج السلطان هل أصبح اليوم التيار الوطني الحر أو أصبح المستقبل أقرب إلى التيار الوطني الحر منه إلى القوات اللبنانية حسب حسب الموضوع نعم نشوف فيه تناغم كتير كبير لا تبهي فيه تنصيق كتير كبير فيه حرص لافت من الرئيس الحريري على عدم المواجهة بأي موضوع مع الرئيس عون عم بيكون فيه كتير يعني تعاون السجن تناغم هل هو على حسابكم لا أكيد مش على حسابنا وحسب الموضوع مثلا مثل ما قلت إذا نسحب هذا بالانتخابات أنه راح تكون المستقبل إلى جانب مرشحي الطيار وليس إلى جانب مرشحي القوات اللبنانية إذا ما استمر الرئيس الحريري بهذه السياسة يمكن منطلع ضد اتنين نحن مش مشكلة حسب حسب وين المنطقة وين القضاء وين 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 بعدين اللي عم بتقولي يعني أنه وقت اللي بيتقرب بيتقرب الرئيس الحكومي مع الرئيس الجمهورية نحن من أيد أكيد لأن هاي دي وحدة السلطة ويرات رئيس مجلس النواب كمان التالت بيكون كمان ضمن هالسلسة إنما حسب الموضوع اليوم بقانون الانتخاب نحن أقرب الناس اللي قالنا هو للتيار الوطني الحر حسب أي موضوع بس إنما أكيد منا مختلفين لا مع الرئيس الحريري ولا مع التيار الوطني الحر إنما ببعض المواضيع يمكن أكيد مختلف نعم بالانتخابات وين رح يكون المستقبل في كلام مهلأ ولا حسب القانون ما بعرف حسب رح يكون المستقبل وين يعني يعني بأي يعني حيكون إلى جانبكم أم إلى جانب التيار الوطني الحر بالترشيحات بعدين بالأماكن اللي فيها اتنين ما حدا بيعرف ما عم تحكوا به الموضوع أكيد لا ما فينا نختلف على جلدة الدب قبل ما نصيده يعني للا حتى يطلع القانون نشوف سمح لي توقف مع فاصل إعلاني أخير من بعده ننتقل للحديث عن يعني العقوبات اللي عمين حكى عنا سوف تفرض العقوبات الأمريكية على حزب الله لأن في كتير حركة خصوصا في وفد مصر في اليوم راح على الولايات المتحدة الأمريكية في وفد نيابي سيغادر غدا أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في كتير كلام حول محاولات لبنانية رسمية للتخفيف من حد هذه العقوبات سنحكي بأبعادها السياسية بحسب رأيكم كقوات لبنانية وأيضا بمسألة الانسحاب من السلسل الشرقية طبعا من الجهة اللبنانية يريد تحدث عنها بكلامه الأخير السيد حسن نصر الله شو معانية العسكرية والسياسية فاصل نتابع نتابع مشاهدينا القسم الأخير من هذه الحلقة حضرة العميد العقوبات الأمريكية المرتقبة على حزب الله طبعا في تحرك لبناني واسع باتجاه الحد من مفعول هذه العقوبات من سنة تقريبا يعني مثل هالأيام كمان لكن لبنان عايش بجو هذه العقوبات بوقتها تمكننا من استيعابة تمكن القطاع المصرفي من استيعابة وما رأت على خير برأيك ما البعد السياسي اليوم للعودة من جديد في عهد الرئيس الأمريكي الجديد إلى هذه النغمة هذه الطبيعة لأن دونالد ترامب إجا ومعروف بسياسته إذا بدك إذا أخذ الأزمات بالشرق الأوسط عمل لها بريز أمام بالوقت لأيلي كان أوباما تركها سارحة والرب رعيها هلأ إجا يقول لا هذه الأزمات بالمنطقة نحن معنيين فيها وأكبر دليل توجهه اليوم تجاه إيران والميليشيات التي تابعة لإيران وتجاه الدول العربية أنه إجا عاد التوازن إلى المنطقة يعيد التوازن للمنطقة يعني بعد مش بكير كمان الحكوم بهذا الاتجاه لا مش بكير مجيه على سعودية وجهام القمة العربية على إسلامية لمواجهة الوضع الإيراني بيعتبر أنه الوضع الإيراني هو اللي عاملها الفوضى بالشر الأوسط وإيران لازم ترجع لحدودها الأساسية هلأ طبعا أحد المشتقات الإيرانية اللي هو حزب الله وكل هاتنا بنعرفه الأمريكان بيعرفوه من 36 سنة عم بيضيقوا عليه عم بيجففوله الموارد سواء كان بأفريقيا بأمريكا بأوروبا وينما كان بالعالم كما قالنا بلشت بعهد أوباما بلشت بعهد أوباما بس أوباما تعرفي كان أنه رجل يعني منه رجل مواجهة وحل أزمات مباشرة أنه رجل هيك بحل الأزمات عن بعيد بس هذا بده يجي عمل بريز أو ما له الأزمات لا بده تنحل ولكن في تحذير من تداعيات هذه العقوبات يعني على القطاع المصرفي اللبناني على الاقتصاد اللبناني خصوصا الكلام اللي عم ينشر أنه ستتوسع هذه العقوبات لتشمل ليس فقط يعني البيئة الحاضنة يمكن للحزب أو المقربين من حزب الله عم نسمع بعض الصحف عم تحكي عن رئيس ميشيل عون عن رئيس بري عن مؤسسات كتير ما مدى حطورة رئيس عون هذا الأمر في حال توسع ما عنده حساب بالملايين يمكن شو بده يعمل يعني أو رئيس بري هل عنده حساب بالملايين اللي بيتعاون مع حزب الله لا أكيد عم بيقول اللي بيتعاونه مع حزب الله وأكيد الإدارة المصرفية بأمريكا هي بتعرف بس هلأ انتقلوا إلى إذا بدك مواجهة أكتر جازرية تجاه الأموال اللي بتجي لحزب الله أو المتعاونين مع حزب الله سواء كان بالسياسي أو بالأضايا المالية أو ما بعرف إذا بالسياسي مثلا وما كان للأمر خطورة يعني لماذا هذا الاستنفار اللبناني سواء من جهة المصارف وجمعية المصارف اللي شكلت وفته واتوجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفد نيابي أيضا يعني يتشكل يعني بحسب ما قرأنا ويفترض أنه بعتقد غدا سوف يغادر أيضا إلى واشنطن لماذا كيف لماذا هذا الحزب اللاهوة يعني فيه خوف من التداعيات على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد أوسع من أنه عقوبة على الحزب بحد ذاته آه تداعيات على القطاع المصرفي لا لأنه إذا تعرفي مثل ما قال مرة السيد حسن نحن أموالنا بيجوا يا خيBC بالشنطة من إيران ما عندنا أموال بالمصارف مظبوط بس إذا كل المتعاونين مع حزب الله النواب حزب الله وزراء حزب الله التجار اللي بيتعاملوا مع حزب الله الصناعيين اللي بيتعاملوا مع حزب الله اللي بينقلوا الأموال من برات لحزب الله أكيد بدون نخضعوا للعقوبة هذا اللي رايح الوفد المصرفي اللبناني ليقول يا جماعة أنه ما ما تعمل مو على كل هالناس لأن ساعتها بتصفي بتشكل يمكن إذا بدك ضرب مش ضرب للوضع المصرف اللبناني أو الوضع المصرف اللبناني بده يطبق هالعقوبات ويمكن ما يتأثر كتير أو يتأثر كتير أو أنه بده يصير بعدين مشاكل لهالناس يلي عم يتعاملوا مع الحزب لو أن راح القصة بالقضايا المصرفية أنا ماني اختصاصي بس إنما بعتقد سياسيا بتأدي إلى كتير أخطار إذا ما على جوه مع الوضع الأميركي خصوصا بالنسبة لحزب الله لأنه عم بيجاب ففوله الموالد المالية من كل الماليات وليحقينه على الداخل وأكبر دليل كان تاج الدين يلي كما شوه بالمغرب وأخذوه على أميركا نعم هون بالختين بدأ أحكي شوي أيضا ما يتعلق بالحزب المسألة العسكرية الأمنية ولكن طبعا أيضا من الناحية السياسية إعلان السيد نصر الله بكلمته الأخيرة في الذكرى السنوية لإغتياء مصطفى بدر الدين أنه سينسحب الحزب أو انسحب من مواقعه في السلسل الشرقية ماذا يعني هذا الانسحاب ولماذا أعلن السيد نصر الله عن هذا الأمر وهل ترى أن الحزب حقق ما يريده من هذا التواجد وبالتالي لم يعد بحاجة للبقاء في هذه المواقع طالما أن كل المنطقة الممتدة في تلك البقعة بين لبنين وسوريا أصبحت سواء مع الحزب أو مع الجيش السوري أولا بدنا نشكره لسيد حسن على هالإعلان وهيته رجع على لبنانيته أنه صار بده يشرك اللبنانيين بقراراته استراتيجية أنا بده أسأل لش بالأول لما رأى على سوريا أو لما عم بفوتوا يطلع من سوريا هل هو بلغني أنا كلبناني كدولة لبنانية لا ليه هلأ وقفوا عم بيقول لأنا رجعت من هونيك ما أنا ماني هذا أمر ما بيعنيني هيته هذا الأمر بيعني الناس تانين وقفوا أعلنوا لأنه بده يبلغ لنسلين رسالة لمن برأيك هلأ لألك مين أنا بأعتقد انسحابه من إذا كان صحيح من الألمون إله أسباب السبب الأول قد يكون مادة لأن من أشهر وأشهر وأشهر ومنعرف أنه حزب الله عنده ضائقة مالية كبيرة ومنعرف من الأوساط اللي بتشتغل معه وقد يكون السبب الثاني أنه متكبد خسير كتير يقتل من أخواننا الشيعة بسوريا بدون سبب إيه بس وما سحب من سوريا بردون خليني كفيرك أنه بعده الحزب موجود بسوريا ما حدا بيعرف لا أنا بعرف ولا أنت بتعرف ولا حدا بيعرف قد يكون هذا أحد الأسباب أنه البيئة أو المال والسبب الثاني قد يكون بضغط أميركي إيراني أميركي روسي إيراني اللي بداية حل ما بالنسبة لحزب الله وقد يكون سبب آخر كمان ويمكن هذا أكثر أهمية بالنسبة لأله أنه هالانتشار عنده هو من حدود الأردن على الجولان السوري على القالمون اللبناني هذا نقطة ضعف إذا بده يصير عمل عسكري شواء كان من انطلاقه من الأردن أو من أي دولة يمكن إسرائيل لذلك هلأ جاي عم بيبلغ نيوهن هاودي أنا ما عم بيبلغ نيوهن لا من هيدي عفوهن هاو هادي براك إلا علاقة بما يجري على الحدود السورية الأردنية طبعا قد يكون هلأ قد يكون أحد الأسباب أو سببين أو بعضا من هذه الأسباب أو كل تدفعته إلى الوقوف ويقول أنا يا شباب من سحب من الألمون أو لا يبلغ إيران وأميركا وروسية أو أنه كمان هو عم بيتمنن علي إلي أنا مسحوب من الأساس أو أنه أيضا كما قال بعض المحللين يعني الفكرة يلي ذكرت لك إيها قبل شوي أنه لم يعد من حاجة للوجود بتلك المواقع بالذات لأنه صارت المنطقة مأمنة وكلها معا يا سيد كاترين بالأساس ما في حاجة لألاك بالأساس كان الجيش كمشها لاش أنا بدي أعطيكي لحدود اللبنانية السورية من نهر من البحر لودي خالد 60 كيلومتر طيب ما فيه عليها حزب الله وما فيها داعش عم بيتسلل ومع أنه المنطقة العكارية أغلبية سنة طيب هلأ هو بده يقول لي أنه رايح على حلب لا يمنع داعش من هونيك يجي لعنة أو لا يمنع خلايا حصول خلايا إن كان بيترابلس أو ما بعرك أو وين ما بدي أذكر وين لا يبيعنا إياها أنا ماني مؤتني على الله باللي قالوا وما نمسدق أنه اللي عم بيقوله هو عن نية طيبة جاي على البنان لا هذا عم بيبلغ شي لفرقاء تانيين بالأمريكيين برأيك وللروس لفرقاء تانيين إنه أنا لا يكون سحبت بناءا لطلبكم وليكم بس يمكن ما يكون سحبة يمكن يكون بعضوا قاعد ببريتال وبالهرمل وما بعرف لاش وقال له بالأساس لاش ترك لاش فات على القصير هلأ عم بيقول بدنا نرشع الناس على القصير لاش فات على القصير في الأساس ولاش وصل على حلب عمرش دابخ وما بعرف وين وعسد الطبق شو هلأ أنا هاودي ما بسدقون هاودي موئ إنه هو عم بيشركني هلأ بالقرار الستراتيجي تبعه إذا هاك يلا لنبحث عن نوية وين منتشر وتعالتها نشوف شو بدنا نعمل إذا غير هاك عم بيبلغ ناس تانيين أنا ما بتعنيني القصة نعم أنا بشكر حضورك معنا اليوم حضرة العميد نحن وقتنا انتهى أهلا وسهلا فيك من جديد مستشار إيس حزب القوات اللبنانية العميد وهبي أطيشة أيضا شكرا لكم مشاهدين على متابعتكم هذه الحلقة وإلى اللقاء